صعبة والعليم الموجود كيف الآن؟ من سيقفل يجانبي؟ الضياع والشتات فضلا عن الاحتياج جزء بسيط من تفاصيل واحدة من الحكايات الموجعة التي أنتجتها حرب ميليشيا الحوثيين المستمرة حتى اللحظة حياته بسط البيت كله معنا ضحكه معنا عمله كل شيء فقدنا بسط البيت بعد مختار لو كان مهلا جزء الحوثي كان زوجنا في العائش قولها حاجة سبب الحوثي أوه انتقى من الله دمره هنا تبكي دليل أحمد زوجها كما لم تفعل من قبل وهي تستعرض لحظات الفقد في حياتها المتمثلة بمقتله في قصف للإنقلابيين استهدف حيا سكنيا وسط مأرب سقط فيه عشرات المدنيين قتلى وجرحا استراحت مأرب قليلا من الحرب وهو الأمر الذي أزعج ميليشيا الحوثي فقمدت إلى تحويل بعض من المرتفعات المحيطة بالمدينة إلى منصات للموت تستهدف منها بالمقذوفات وصواريخ الكاتيوش المدنيين من وقت إلى آخر محولة المناسبات إلى مآتم وأحزان تكرير حقوقي صدر مؤخرا كشف عن عدد المقذوفات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي على مأرب مؤكدا بأن أكثر من مائة وخمسين مقذوفا استقبلتهم المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية في ليلة 22 مايو 2018 وسقط فيها ستة قتلى وأكثر من 24 جريح هذا تقرير دماء على الرصيف يتحدث عن هذه الواقعة بالنظر إلى الحالة المعيشية والمخاطر التي ترافق مئة الآلاف من السكان والنازحين في مأرب وهو ما يتطلب الإسراع في تخليص المدينة واستكمال تحريرها بشكل عاجل لحماية السكان وتجنيبهم الموت يقول الناس إنه في حالة الحرب لا يفكرون كثيرا في مستوى المعيشة والخطر لكن حين تسكت المدافع وتتوقف المعارك فمن حقهم الشعور بالخوف طالما ظلت المرتفعات المحيطة بمأرب مصدرا لهذا الخوف خلينا الطويل قناة بالقيس